بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة والرسول اللي صلى الله عليه وسلم سيدنا السيد بن حضير وهو صحابيه الجليل كان يصلي بالليل ولكن كانت عنده امانيات عالية جدا والحياء التفاعل مع القرآن بيعطي جوه حظيم جدا في صلاة الليل بالزاد فبينما هو يصلي ويقرأ القرآن سمع حركة غريبة للفرس الذي كان مقابلا له الفرس كان في مكان صحن المسجد الذي هو متصل بالسماء ليس له صقف فتعجب كلما قرأ القرآن يتحرك الفرس حركة غريبة وكان طفل صغير قريب ابنه يحيى كان ينام بجوار هذا الفرس فهو خاف على الطفل كلما قرأ القرآن تحرك الفرس توقف القراءة وقف الفرس المؤنهى صلاته وذهب للفرس فوجد شيئا غريبا وجد زلة جميلة رائعة ويوحيتها سرج انوار جميلة جدا وتزعد للسماء فتعجب وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص له ما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها السكينة نزلت عليك وحولها الملائكة ولو كانت قراءتك مستمرة لجاءتك الملائكة ولا صفاحتك بريد الحقيقة قصة جميلة جدا نتعلم منها حاجات عظيمة ان الحقيقة قراءة القرآن الكريم وبالذات في صلاة الليل فيها بركة عظيمة جدا وربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين يقول سبحانه وتعالى ومنزل للقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة والملائكة بتقدم عندما يتلى القرآن الكريم وقد ورد في الاسر انه ما من بيت يتلى فيه القرآن الا زاد خيره واتسع رزقه وحضرته الملائكة وهربت منه الشياطين وحضور الملائكة في البيوت معناها البركة ومعناها التيسير ومعناها طرد الشياطين لان اذا جاءت الملائكة هربت الشياطين اما البيوت التي فيها معاصف العزب الله ومشاهدة الافلام الاباحية والخلاف والشجار وعدم الصلاة وعدم ذكر الله عز وجل هذه يقصر فيها الشياطين ويقصر فيها الخلاف ويقصر فيها الخراب وهذا الخراب يؤدي العزب الله إلى التعاسة وعدم السعادة في البيوت فنتعلم من هذه القصة أن تلاوت القرآن الكريم حضور الملائكة وزاعة الخير والبركة ونتعلم أهمية صلاة الليل صلاة الليل مهمة جدا والحقيقة أن صلاة الليل مع الخشوع وتدبر بتنشئ السكينة والسكينة يعني الراحة والتمأنينة والأمان النفسي الذي حرمنا منه في هذا العصر